لم يكن الوجود العسكري الروسي في سوريا حدثاً بل هو قدم لكنه كان طي الكتمان ولم يكشف عنه علناً ففي سوريا حالياً يوجد أربع قواعد روسية الرئيسة منها تقع في مطار باسل الأسد قرب اللاذقية وهي التي تقلع منها جميع الطائرات الروسية الحربية دعم للعماليات العسكرية البرية لقوات النظام في حين تقع القواعد الثلاث الأخرى في حما وطياس وشعيرات وهي تستخدم للطائرات المروحية القتالية ويبلغ عدد أفراد القوات الروسية في سوريا حوالي أربعة آلاف جندياً وتشير توقعات أن عدد أفراد القوات الروسية سيرتفع إلى ثمانية آلاف فرد أو أكثر يتوزعون بين خبراء وطيارين وعاملين ولجستيين ومتابعين في غرف الرصد والتنسيق بالإضافة إلى البحارة في ميناء ترطوس وفوج من قوات النخبة البرية وكل هذا لحماية القواعد العسكرية الروسية في سوريا إضافة إلى الروسية يوجد قاعدة بريطانية عسكرية في سوريا في محيط معبر التنف الحدودي مع الأردن والعراق في صحراء الحمات جنوب الشرقي محافظة حمص السورية على بعد مئتين وأربعين كيلو متراً من مدينة تدمر القاعدة البريطانية التي أنشئت في شهر أيار من العام الحالي تعد مركزاً لتدريب وتسليح فصائل من الجيش الحر وخاصة جيش سوريا الجديد وتقديم الدعم اللوجستي والعسكري لعناصرها لتمكنهم من قتال ما يسمى تنظيم الدولة ويعمل فيها 53 ضابطاً وجنوداً ومستشارين عسكريين وتحوي هذه القاعدة مركبات عسكرية تدعى الثعلب القواعد الأمريكية وجدت لها موطئ قدم في سوريا واختارت الولايات المتحدة شمال البلاد مناطق يسيطر عليها الأكراد حيث بنيت أول قاعدة بالقرب من أرميلان شمال شرقي البلاد والتي تعد القاعدة الجوية الأمريكية الأولى في سوريا إضافة لقواعد أخرى في طور الإنشاء وفي حين تقع قاعدة فرنسية بالقرب من مدينة عين العرب وتحديداً في مشتنور بظل هذا الازدحام الغربي والدعم الأمريكي للأكراد تسعى تركيا بدورها إلى تعزيز وجودها العسكري في سوريا من خلال عملية درع الفرات التي استطاعت من خلال دعمها لقوات الجيش الحر تحرير عدة مناطق من سيطرة ما يسمى تنظيم الدولة كما أن تركيا تسعى لقطع الطريق على الأكراد الذين يهدفون إلى إنشاء إقليم كردي